بصنا مش عارفة ابدأ معك الموضوع ازاي? هتوكد على الله واحكي لك الموضوع زي ما يطلع كده. هحكي لك حاجة بسيطة وهطلب منك طلب سريع جدا ولكن هيفرق معايا جدا جدا. لو انت متعرفش مبادرة اي ريد اللي انا كلمتوكو عليها اكتر من مرة اللي ببيع الكتب وتواصل للثقافة الكلية حتة في الجمهورية وبتعمل مسابقات عاملة السنة دي في نسختها السنوية اي ريد اووردز او جوائز منظمة او مبادرة اي ريد. مجموعة من الجوائز للتشجيع الانتاج الثقافي والادبي بكل اشكاله والوانه. جهزة احسن عمل ادبي صاعد. جهزة افضل مجموعة قصصية بان هم عامين زي مسابقة كده للقصة القصيرة. وافضل عشرين واحد هينتجوا عنها هيتجمع لهم كتاب ويتنشروا على نفقة اي ريد. وافضل مراجعة مكتوبة لأعمال نجيب محفوظ. وتصويت القراءة افضل كاتب افضل ضر نشر. افضل رواية افضل كتاب غير رواقي وغيرهم. واخر حاجة لتخصينا وموضوع فيديو النهاردة هي افضل مراجعة مصورة على هيئة فيديو لعمل من اعمال نجيب محفوظ بشرط الا تتجاوز الخمس دقايق والا تقل عن ثلاث دقايق. الحقيقة انا مكتش ناوي اخش هذه المسابقة لعدة اسباب تخصني انا شخصيا. ولكن في حد من اي ريد يتكلمني قال لي احنا محتاجين حد محترف يبقى هو الوجهة اللي هنفهم من خلال هالناس ازاي المراجعة المصورة تتعمل. واحد اتكلم معي شوية عشان نساعد في انتشار البوكتيوب وان مراجعة المصورة تنتشر في كل حيات الحقيقة انا اتحمست للموضوع وتوكلت على الله وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وكتبت سكريبت ما يخرش المياه. لا ومش اسهلها انا بقى على نفسي وانا اي حاجة ازغنانة كده لنجيب محفوظ ينفع تتقلب في 3 اربعة خمس دقايق. لا. نقيت ملحمة الحرفيش. وبالفعل يا صديقي. عملت ملحمة الحرفيش اللي تتجاوز الستمائة صفحة في تلات دقايق بالزبط. ما تسألنش ازاي وانا رغايب طبعي. قدام الكاميرا يعني. لك انا في الحقيقة ما بعرفش اتكلم خلص. فقمت زبط بقى ضقتك الوانك حركات المنتاج بتاعتي تطلق الفيديو زي ما الكتاب بيقول. ودت لهم الفيديو وانسيت وعد كده. من قيمة كام يوم كده قالك ايه نبدأ نعلن عن النتائج. وقاموا مطلعين بوست لطيف كده على الفيسبوك. قالك من بين اكتر من مئة مراجعة مصورة في اربعتاشر متسابق وصل للتصفيات النهائية. اتنشر متسابق ومتسابقة وكريم المتجار من قناة وكه النظر والعبد لله. قلت حلو يبقى تمام جدا جدا. الموضوع ماشي بشكل لطيف وزي الفول. وفجأة بقى ان المرحلة الجاية من التصفيات النهائية مش معتمدة بقى على تصويره ومنتاجه وكواليدي وسكريبته والكلام ده. لا معتمدة على تصويته الجمهور عن طريق اللايكات للفيديو. فعملت بوست على الفيسبوك وبوست على الانستجرام وبوست هنا على اليوتيوب. وانسيت الموضوع. اصحابي بيخش ويتشيك وكده. ولقتهم بيقولوا لي ايه لحق يا عم ده الموضوع بقى صعب جدا. اكتشفت بقى ان الموضوع ما تحولش الى تفضيلات ما بين مراجعة متكاملة ان واحد تتفرج لقى المنتاج حلو والسكريبت وما الى ذلك. لقيت لقى. كل واحد بقى جاي بصحابه واللايكات وانا وانت ويالله بينا رجالة وعندنا طلعة وما الى ذلك. الحقيقة ما كدبش عليك انا اديت. الفكرة في حد ذاتها سليمة. اللاجمة انتهت اي ريت كتعايزة واحد يخش. يتفرج على الاربعتاشر فيديو. ينقل الفيديو اللي شايفه متكامل يقوم يديه لايك. ولقيت نفسي عمالة تقاقر. كل ما حد يجي يتفرج سواء من الكتاب او من دور النشر او من القراء او من المشاهدين زي حضراتكم كده. يقول انت الفيديو بتاعك افضل فيديو في المجموعة. قال لا. طب فين المشكلة يا جماعة. ايه المشكلة? ان الموضوع بقى خاضع لاصحابي. وانا بطبيعتي شخص مش اجتماعي. مش هروح اقول لاصحابي والنبي تعالوا وعملوا لايك على الفيديو بتاقي. ففوضت امري الى الله. وقلت خلاص بقى مش فارقة. يعني صاحت دقيقة على الوقت والمجهود اللي اتعامل في الاسكريبت والتصوير والمنتاج. انا قلت لك قبل كده قد ايه الموضوع بياخد مجهود? ولكن استعوضت ربنا وخلاص. لكن جي صديق عزيز مؤلف معروف. قال لي الله انت ليه ساكت? قلت له طب انا اعمل ايه يعني? قال لي طب ما انت عندك اصدقائك اللي موجودين على قناة كوكب الكتب. الناس بتحب القناة عندك وبتحب تدعم المحتوى بتاعك واللايكات شغالة والناس بتتفرج والدنيا زي الفولين. ما تقول لهم يدعموك في ده? هيخشوا يتفرجوا على حلقة مراجعة انت عاملها لملحمت الحرفيش كاملة في تلات دقايق. ومش مطلوب منهم اكتر منهم ما يعملوا لايك. قلت له والله الحقيقة انا مش بحب اعمل الطريقة دي ولكن نجرب على الله المجهود ميرش على الفضل. عشان كده انا بعمل لك الفيديو ده وانا اسف ان ادخلتك في الموضوع انت ملكش فيه. لينك المراجعة يبقى موجود في ديسكريبشن هذا الفيديو ومثبت في اول تعليق لو احنا على اليوتيوب وموجود في اول كومنت لو احنا على الفيس بوك. خش تفرج بنفسك شوف المجهود اللي معمول فيها شوف الاضاءة والتصوير والمونتاج شوف ملحمة الحرفيش الكاملة لا تتجاوز الستمائة صفحة واحنا بنتكلم عليها وبنرجعها وبنتكلم على ابطالها وعلى اجيالها وعلى شخصياتها وعلى اسقاطات الفلسفية والسياسية اللي فيها. في مدة لا تتجاوز التلت دقايق بالزبط. شوف وحكم بنفسك. ولو عجبتك كل المطلوب منك انك تعمل لها لايك وتخلي اصدقائك والناس المهتمين بهذا النوع من المراجعات يعمل لها لايك. اه على اللي المجهود ما يرش. اسف للمرة تانية دخلتك في موضوع زي ده ولكن هي مراجعة زي اي مراجعة ولكن مش نازلة على قناتي. بوسطة شديدة جدا. واستناني الحلقة الجاية ان شاء الله. مجهز لك حلقة من الحاجات اللي انت بتحبها. اشوفك هناك. سلام.